ترجمة نانسي قنقر فإذا حتى بتسجل شيء للشطحات ستعش رح أرقد رح رح أنت تستنى هدايا ما في هدايا قال شطبنا الليلة قال ستعش اللي حب جرحني يكتب باللون الأزرق مع الزعيم مع الهلال مع المسلمين شيرينا اللجوي هذيك دلوع أذكرين طلعت جلسة تبكي السؤال الأول لن تقبل إجابة بغير اللونين الأزرق والسؤال يقول لفظة قرآنية وردت بمعنى تناول الإيمان والتوبة وهم في يوم القيامة بعيدون عن ذلك سهلة والله التناوش بطل يا معفن قصدي يا تكسي وولي الأسود وولي الريال مع الكفار وبعدك على طول جرحني وتكسي مرة أخرى والسؤال التالي يقول السؤال التالي يقول الإجابة كلمة واحدة لا ينضج الموز على الشجرة حيث يقطع الموز أخضرا ويرسل إلى الخمارة وهناك تتم عملية التخمير فما هي المادة الكيميائية التي توضع في كعوب قطوف الموز لتساعده على النبوج بدبليد لا في مادة توضع في كعوب قطوف الموز لتساعده على النبوج الكربون لا الكربون لا أول حرفين صح والله وين الكبريت لا كربوتين لا الأسود كثير وين الأزرب وين الزعماء وين المسلمين الكربين يا بطلي يا جرحني يا رائع يا مدع يا زعيم إذن الشجاعة هالمرة تغلب الكثرة وينبرج جرحني البطل الرائع المبدع ويسجل النقطة الأولى الماوس ما ينزل وش دخل فرمته في الماوس السؤال التالي يقول طيب غيري لونك أزرق بنت نجد عاش الزعيم تكتب بالأسود مع الريال طيب طيب السؤال التاني كلمتين الإجابة كلمتين الإجابة جماعة دينية جماعة دينية يابانية أنشأت أو أنشأت عام 1984 على يد مجر ياباني مشهور وهي التي كانت منسؤولة عن عملية إطلاق غاز السهارين في شبكة قطار الأنفاق في توكيو عام 1995 وخمسة وتسعين أم أم شنرينكو أو شنريكيو يا بطل يا مبدع يا جرحني لكن قبلك العبد الخال يعقوب يعقوب أول إجابة إيوه قبلك والنقطة الثانية الإبريال والسؤال التالي يقول والإجابة كلمة واحدة يعود تاريخ أول رسالة في الكيمياة إلى عام 200 قبل الميلاد وهي رسالة للعالم بولوس دينين داس ما اسم هذه الرسالة؟ رسالة ماذا؟ أبغل اسمه الرسالة هي في الكيمياة بس رسالة الأصوغة من تدوبك تبغل غيرت رايك ولا يشوف ولا نقطة شباب يا شابات ولا نقطة هذا الخال رسالة الأصبغة وعند سامي باللون الأسود ومع الريال لا وف وف والله العالم كله انتكره الزعين مدري ليش تبتوك تقول بكتب بالأزرق وغيرت رايي وأصبر يا أخو مش تحبون في الريال أي حق وإي عادل طيب يا تجيان مدريد مع ذلك جرحني راح يفوز عليكم الزعيم راح يفوز عليكم جرحني ايه انت نسيت تغيره يعني انت مع الزعيم صح انت أزرق سامي أزرق ترى توي يقول ترى أنا غيرت بس انه ما غيروا في البرنامج لا اعناد فيه كيه لا تجلت بعت يبغي يرضي جميع الأطراف علشان ياخده لنقطتين هدية فيلم أمريكي من نوع الكوميديا الدرامية انتجه في التسعينات حقق أكثر من ست جوائز أوسكار والعديد من جولدين جلوب يحكي الفيلم عن تاريخ أمريكا الحافل من خلال شخص عش وعاصر هذه الأحداث ونجابة من مقطعين من كلمتين سي تقول لكم من كلمتين والله مدريش معنى مكتوب عندي بل إنجليزي والله هو فورست هذا قامب صح فورست هذا فورست قامب يا بطل يا ككسي ولش تكوح الله يجعلك بالعافية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نارسس كل يوم الفيلمانة طيب جاوب يا أبو كل يوم نجاوب الله أصحاب الذاكرة الفولادية السؤال التالي أينها الزعماء الإجابة كلمة واحدة والسؤال يقول عملة رومانية من النحاس الأصفر تساوي أربع قطع من الآس وعلى العملة رسم للإمبراطور ميرون وقد سكت هذه العملة في سنة 54 ميلادية ما وصلت والله السسترس السسترس يا سامي السسترس وعندك يا سامي يراع الملفات ولريال أيضا بس ما يسير كذا لازم في تكافؤ جرحني الحالة داعة ترى 11 ضد واحد لا تخلوني تحمسوا نزل الأمام ونحكم السؤال التالي يقول هي فرقة من المعتزلة تزعم أن للخلق خالقين أحدهما قديم وهو البارئ والثاني محدث وهو المسيح عليه السلام لقوله إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فرقة من المعتزلة تزعم أن للخلق خالقين والله واحد خبط العانضة وأحدهما قديم وهو البارئ والثاني محدث وهو المسيح عليه السلام لقوله تعالى إذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني اعتبره خالق لا 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 ابتعدوا عن خبطية بس الخبطية دي بيشيل نقطة من حرف بيشيل نقطة من حرف ثاني بدل النقطة يحط همزة فوق الحرف بيش لا يكون بس تبعيد هذا والله الحائطية يا بطل يا سامي يا رائع يا مبدع يا زعيم الحائطية الحين مبدع الحين حتى الهدف له طيب يا ساندي شو ما قلت يا بتروحين ايش رجعك الغرف ما جاء الله جل أعطته هدية لأسبوع دا معكم الغاية تيجي طيب السؤال التالي ما خليتهم دموع لازم تنافس وتقعفوا ما كلهم أسود ولا كلهم يزرق لازم تنافس طيب في الرياضة بتاريخ 17-6-1959 لعبة ريال مدريد مباراة ودية ضد أحد الأندية فما هو هذا النادي الهلال لا الأهلي عام 1959 17-6 1959 زمان فنار بخش رمس وأنتس الأهلي النصري بشكاش غلط أسراي تفكيرك قال هلال السوداني غلط أسراي الزماني ما عربي الفريق ما عربي والله سانتوس يا بلافيكس يا بطل سانتوس يا بديع هو سانتوس وأول إجابة عند بلافيكس باللون الأسود طبعاً هو سانتوس البرازيلي وانتهت المباراة بفوز الريال خمسة ثلاثة والنقطة رقم ستة للكفار مقابل نقطتين للمسلمين والسؤال التالي يقول لا إيه هذا السؤال الرياضي والله مدري أنا مدري عما ترى عن نظام المسابقة حتى الأسئلة الرياضية عندي أحسى ملونة كذا دائماً حطه حطه شا حطه الله يديك أنا لا بحطه ولا بس أشيله ألا رد طي اللي جاوب لافيكسي طي السؤال التالي رجابة كلمة واحدة ما اسم حالة الاكتئاب التي تحدث نتيجة هجر الزوجة لزوجها في ترنداد وتوباقو في ترنداد وتوباقو إذا هجرت الزوجة زوجها تحدث حالة اكتئاب شو اسمها؟ جاوب بلا زرق يا انتاهي شو اسمها شو اسمها جاوب بلا لا لا جاوب بلا بلا يلج الله يجرحني تعدى المسكين لانه سؤالي سؤالك بس هتحداك اذا انك حافظها الا اذا بتروح الملف وتجيبها والله يتبنك يا بطل يا دموع خلي خلو خلو يا تاكسي جاوب دموع وحافظوه مدري اشي قاعد يدور طرف الملفات ولا كان جاوب من اول وجاوب دموع الورد التبانكة اجابة صحيحة عند دموع موعدكم الليلة ايضا السؤال الموالي والاجابة في هذا السؤال من من مقطعنا الاسم كامل وشخصية غير عربية والسؤال يقول من هو ابو فن التصوير الحديث من هو ابو فن التصوير الحديث ترى جاوب دموع عسامي قبل البنص كوداك بولسيزان لا شوفوا هو فيه في النص دي دي اسمين بينهم دي يعني اكيد انه فرانسي صح؟ بجا دي والله بطلة يا صعبة جوتو دي بون دوني انتي اسود ولا ازرق؟ مع الخيلان؟ مع الغربان؟ اما ايه وثورة؟ اذا النقطة اللي بأثمانية لين والله قوية وجرحني طلع على المشكلة يعني ما كان الا جرحني يعني في الازرقه طيب السؤال التالي ايضا من اجابها قال شي مرطائن المهندس من هو المهندس الذي يعود اليه الفضل في بناء الجسور الحديثة العملاقة والتي تعتمد على الابراج المدعومة بكابلات من الحديد والفولات من قال المنفوزونة ساندي؟ تحدين يا خلدي افوز شو اسمه؟ الهلال؟ جوستاف ايفل جونولف ويبري لا اما انك ضربت العرضة اذا الشي مقطعين ترى لا لا مو زوزيف جون بروبلينج يا بطل يا رائع يا مدع يا زعيم يا زمن اجابة صاروخية رائعة ووحيدة ومتفردة من الزعيم زمن رائع اما لو يتحدون زمن جرحني يسيرون القوة ضاربة بس جرحني له يومين المتحي هو اتصاله ادري انك من تفاكر يا اسم وقاعد اقول لهم والله انه بكاش وقاعد يبحث وقاعد يضيع ويبحث طيب السعانة التالي الاجابة من كلمتين ال ال ما اسمى الوسام البابوي الذي يمنح لمن يخدم الكنيسة خدمة مميزة من مقطعين من مقطعين ما اسمى الوسام البابوي الذي يمنح انت ما تلهين كذا ينين يسار ما بغاء يخلصوا سرعا كأنك طمرت بس انا من طمرت اللا ما طمرت فتا ال ال الصولجة زي الصولجة انا المقدس اعطوني زي كذا انا ادري اني طمرت اثنين الصليب المقدس لا 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 والله عندي بالعربي ترى شوفي يا عقوب اللي الذهبي انت وجوا رهيدين يعني فالذهبي ذا بس والله اسم صعب تشير الاسم الاول بالعربي وما ادري ايش هو اصلا بحرف الميم عليكم السلام يعينا منك اليك اهلا وسهلا انحياك الله ولياك والله المهماز الذهبي يا بطل يا رائع يا مبدع يا شوفوا 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 المميزين الزعماء جرحني بعده على طول زمن اللي جواه صح زعماء بمعنى الكلمة هذا يسمونه المهماز يا ساندي والله ما اعرفه لا انا عندي والله اول جرحني وبعده زمن على طول ما شاء الله شكلك اه تركبين احسن يا اه انا اقصى حد لير كبت حمارة مريضة او انا صغير التحمارة مريضة مثل ما هي قوية لو انها يدوب تمشي طيب تبغيني اعرف المهماز والمهماز لنرجع للسؤالين اللي طنظرناه وكف شونا فيها ما اسم المهماز البغة السيسي ذكرتني اشيه انا كنا نركب عليه سيسين حق في الارض صغير بجزن واذا جرى جرى كثير حطيه ترجوني في الارض وخلت ويمشي يروح اذا حسيت اني بطل ودلت ورا بعدين سيسي وصغير بعد ما او سيسي من السيسيات كبار احيالله ميساء انكم السلام ورحمة الله بركاته يا ميساء طيب مثل مثل جاكم الدعم يا ازرق جاكم الدعم الازرق الزعماء وصلوا احيالله السلام ورحمة الله بركاته يا صفدي اهلا وسهلا ما اسم الهة الحروب والخصومات وحل المشاكل عند الرومان يعني اذا في مشكلة عند الرومان يروحون عند الاله هذه تحل مشاكلهم والخصومات تحلها والحروب انت الملفات ديسكورد صاحب تحلبنا ما يمين ملف جي من دوق الي اخي على لدل قفلنا قاملني جاوب الازرق جاب واحد اره اعرف اني جاوبت مضرهفو يا سامي ازرق 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 ميسا خدك ازرق بسرعة من هو الوزير الفرنسي الذي حكم عليه بالاعدام لتعاونه مع الازمان عام 1944 والاجابة من مقطعين من مقطعين ما وصلت الاجابة والله واحد جاب المقطع الاول صاحب ازرق اقطاع ثانية هذا ما هو صاحب لذلك ما راح احسب لك لان لونك اسود اصلا الوزير اللي عندي لانو ازرق برضو يعيد اها ومقطع بالعرب انا اوه لا يا ثلاث لا يا ثلاث لا يا ثلاث لا يا دموع بدعا يبغى نسرقونا امتونا هير وصل والله وصل المعزد لا الله سمعنا على خير لا ما وصل والله هي بطل يا بلاف اكسبور بوش وما انك ازرق محسبان هو بوشان عندي وانت كاتب بوشي بوشان وعندك يا يا بلابيكس ونفسه في شي لحظة خلني بدخل اه في شي مدينة صح يا يعبوه ما ينفع ونفسه في شي اذا بلابيكس بالازرق طيب السؤال التالي من الذي قتل ابو الفتح السهر وردي عندما التهمى بانحلال العقيدة فافتا علماء حلب باباحة قتله وقتله من وقتله من حيالة راتيل يا هرسان تصدوني ان كل الاسماء اللي عندي ألقاب المدري اي شعر كده ما في اسم لو انجابة قربت يا ميساء زي كده زي الناصر صلاح الدين والله الملك الظاهر يا بطلة يا صعبة الملك الظاهر وعندك يا بطلة يا صعبة والملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين بجري يا شهانك من اول خنقوا يعني عشرة خمسة شدوا حيالكم يا زعماء الفوز لكم وسؤال رياضي سؤال في الرياضة هالمرة لا يروح عليكم يا ازرق فلان الفلاني وفلان الفلاني يلا يا زعماء من هم اللاعبين السعوديين من نادي الهلال الذين اختيروا من قبل الاتحاد الاسيوي ضمن فريق نجوم اسيا عام 2000 عام 2000 عام 2000 عام 2000 مشهور عاد واحد جبتوك بس واحد ما جاء كان مبدع هم اثنين فلان فلان وفلان فلان والله جابها 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 يا عقوب نوافة تنياط ومحمد الدعية نوافة تنياط ومحمد الدعية يا يعقوب باللون الاسود والله بدا لي عاد حرف واحد لا خلط غير انا طيب فلان فلاني فلان ذا من مقطعين يعني اسم مركب طيب اصبر سجله سجله هو خبير معادن واحجار كريمة اسلامي ولد في الجزائر ونسب الى مسقط رأسه من اشهر اعماله وصفه لخمسة وعشرين نوعا من الاحجار الكريمة عاش في الفترة ما بين 1184 الى 1253 من ملاك ونشوفوا وللان ما جبتوها عشان جبتم الـ هذا بس ما جبتم اسمه هذا اللي عندي ما هو احمد يا اخي يمكن اسمه احمد بس اللي عندي قلت لكم مركب اسم مركب اذا هو احمد التفاشي مدام انه شهاب الدين هو نفسه احمد مكتب انه شهاب الدين التفاشي اول من كتب احمد التفاشي احمد التفاشي عندك يا ميسا عندك يا ميسا وعند الفريق الاسود لا عند ميسا انت كتبت احمد التفاش ما كتبت التفاشي لما هو ينسب الى مسقط رأسه يلا كل هذا الافلون اسود ما تفريك طيب رف لفظ فارسي اطلق على تاجر الحيوانات اكرمكم الله في عهد الدولتين المملوكية والعثمانية السباهي البارز الكان البتن قلم جي قلم جي التخت لا ما في جي ارعدوا عن جي روحوا للثانية الالفاظ الثانية والكي دي روحوا لل ايوه خلك كذا يا تاكسي اسلام عليك خروف دار ها ثور دار بس خلك على نفسك الرفض المفارسي اطلق على تاجر الحيوانات في عهد الدولتين الملوكية والعثمانية لا 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 مصراتي اياه بمعنى استمره وبقيه وحطولها اللي تشيرون انتم على وزن عنهم والله عندك يا بنت نجد يا بطلة دام دار ليس الدام دار ليش النوم من الزايدة يا جوا بس يلا ما راحت دام دار الدام دار والله لو نجاوب بعدك يا سود لحسب حالك لكن مدام ازرق لاني انا اذا قربت ما اقبل البدليات ديكتاتوري طيب يا ديكتاتوري الدام دار دام دار الاجابة طيب الاجابة كلمة واحدة وهي اتفاقية ابرمت عام 1993 ميلادي وانهت الحرب الاهلية الرواندية ما اسم هذه الاتفاقية 1993 ورشع دموع تأخرت يا بلافيكس تأخرت يا ميساء وعند دموع الورد باللون الاسود والفارق التسع حفظ الله انا منك الى الك والسؤال التالي والاجابة ثلاث كلمات ثلاث مقاطع اثارت الاحتفالات او احتفالات سباق الثيران التي تقام سنويا في مدينة بامينينيا بامبلينا الاسبانية ذهول الكاتب ارنست هيمينغواي فما هي الرواية التي استوحاها من هذه الاحتفالات هيمينغواي هيمينغواي احتفالات سباق الثيران اللف رواية من ثلاث مقاطع الشمس ايضا تشرق الشمس ايضا تشرق يا سامي وباللون الاسود ايضا والريال والتقدم ريال مالكي مدريدي اربعة وعش مقابل ستة شدو حيالكم يا زرق شدو حيالكم يا زعاماء الاجابة من مقطعين خلاص في الكتابة الهيروغليفية الهيروغليفية ما الرسمة التي ترمز للعدد مئة الف مقطعين مقطعين مئة الف دفدع يقفز يا بلافكس ما كنت ازرق انت اش رجعك اسود هو ازرق 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 خلاص طلعوا تغير لونه صح طلعوا تغير لونه بالازرق بس انا قلت مقطعين من قبل السؤال يا شيش هانا لا تدخلين في عيني الحق حق وان طالت شاري ازرق الاجابة زرقاء انا دائما قبل السؤال اقول مقطع او مقطعين طيب الاجابة مقطع واحد والسؤال يقول عنصر كيميائي يحصل او يتحصل عليه اصطناعا بمعالجة الكوريوم باشعاع الفة وعدده الذري 98 ووزنه الذري 249 والله قربت الامريكيوريلا والله الكاليثورميون يا جيلي بلاورز يا بطلة انتي كنت زرقانتي كنت مع الزعامة لا نرسي سئ ليش تبحك هذا ازرق وكان ناسود والله المعدة انا ما شو اي انت كان عندك الشيطان الله يقطع الشيطان صابك عمى من حوبتي لا كحلي يعني الكحلي قريب من الاسود اكتبوا ازرق سريع لشان انا انفعل اذا جات الاجابة وافرح طيب فلان ابن فلان عندما مات الطبيب الخاص بالخليفة المنصور جبريل ابن عبدالله ابن بخت الشوع فمن هو الذي رشحه الخليفة المنصور ليحل خلفا له فلان ابن فلان عيسى بن شهلان يا سامي عيسى بن شهلان يا سامي فلان الاسود الريالة وكفي مقطع مقدم كيف في مقطع واحد الو مقطع Louis في العاشر من شهر مارس طبعا سؤال رياضي سؤال رياضي في العاشر من شهر مارس من عام 1961 لعب ريال مدريد مباراة وبدية ضد أحد الأنبية ما اسم هذا النادي فنار بخشا الزمالك يا بطل يا زمن يا رائع يا مبدع الزمالك وعندك يا زمن أولي اللون هو سؤال رياضي ترى صدقني لو دي جيت السؤال ده ما اسأله يا تاكسي طيب السؤال الموالي وإجابة كلمة واحدة والله يعينكم عليها وفين ساندي طلعت حظها وانا موجودة والله لا خلوها تطلع تقرى تقرى الإجابة العلم إذا طلعت الإجابة بقول لكم عند فلان عليكم السلام ورحمة الله بركاته يا جوهرة نادرة والله الإجابة مدركة كلمة طويلة يوجد نوع من البعود بالحجم الكبير الذي يتغذى على الأنواع الأخرى من البعود وهذا النوع لا يلدغ الإنسان وبعد النوضج يتغذى على رحيق الأزهار فمثل هذا النوع من البعود والله هذا اللي كتبه هذا هذا اللي كتبه هذا سامي واللي عنده استعداد يطلع يقرأ عن مايك بسرعة يطلع طوكسور نشتس إذا تبغين أي خدمة من الجالك سينوت يمكن أما بلاك بيري وهذا حق المراهقين بلاك بيري شوفي نكستن نكستن المشكلة ما هو موجود عنده بلاك بيري جرحي يمكن يمكن عنده بلاك بيري طيب الإجابة من كلمة واحدة لا ولا من كلمتين ليتني مراهق يا جوا ليتني مراهق طيب من هي عميدة الصحفيين الأمريكان التي رفض بوش الابن مصابحتها لأنها قالت عنه أنه أسوأ الرؤساء لأمريكان والله هيلين توماس هيلين توماس يا بطل يسامي وبعدك فلوتاف ورح يمنع عنك الهدايا المدة سنة يسامي إلى الآن ساني ثمان نقاط للريال يمنع عنه الهدايا المدة سنة طيب طيب خلت كفيك سنة خلّى للي تازك هنا طايح السؤال التالي الإجابة من مقطعين في رياضة الكيك الكيك بوكسينج هو أسلوب يعتمد على أداء اللاعب لمجموعة حركات فنية على الحلقة باستخدام الأوقات المختلفة مثل الرمح والعصى والسيف ماذا يسمى هذا الأسلوب السؤال أكن فهيالله جاو بايدو ساندا سويت فورمات لا الملفات موفي راحت وقف أجيب الفلاش بايدو الفلاش وشالين ممتعة الإجابة في رياضة الكيك بوكسينج هو أسلوب يعتمد على أداء اللاعب لمجموعة حركات فنية على الحلقة باستخدام الأوقات المختلفة مثل الرمح والعصى والسيف مهم فور والله شوفوا كيف فرهي مقطعين خلاص والله ميوزيكال فرونز يا فرونز يا بطل يا دموع هو يحس فيها من أول إجابة عند دموع البطل رائع نارسيس لحظة لحظة هاسم مرسيس فوق مرسيس 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 تحبتيني ألفاضي لا ليكواف مقطعين مقطعين لا مقطعين أنا بقواف من دبل السؤال فعلا فارمز هادي مالا دخل هامشين يزكر لي الميقي الزال مدري الميقي الزال مدري يا أخي دبحتوني فانك كيري موجود؟ قاعد يسجل قاعد قبل كل سؤال ترى والله أقول قبل السؤال مقطع ولا مقطعين انتو تقولين ما قلت الا بعد السؤال؟ عالصبت صراحة لأنو يكذبون علي هذا يعتبر كذبا وزورا وبهتانا انتو ما قلت يقولين دب السؤال؟ وانا دب كل سؤال قاعد أقول طي سيرناك لا تعصد سيرناك لناك طي طيب يا زمن العموم الحلقة مسجلة وراح تذاعي ان شاء الله وراح اطلب الحق من كل اللي قالوا انك ما قلت قبل السؤال حلاص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عطر الكلام السؤال السؤال التالي يقول والإجابة كلمة واحدة في علم البراكين ما الاسم الذي يطلق على الوديان الصغيرة التي تشكل بعد سيلان الحمم لا ما يلحق هذا خلو لا سامي احنا نبغى الحق المان ما لا يا الله بكروا هذا السؤال البرانكو يا سامي البرانكو عندك يا سامي البرانكو عندك يا سامي كان سنة ونص بدون هدايا كما وصل النقطة كم مشروع موجود طيب السؤال الثاني نجابة مقطعينة بالشيء في علم التشريح في امريكا ماذا تسمى حالة القتل والتي سببها الاختناق المفتعل بحيث تبرز على الضحية علامات منها يزرقاق وبيضاب الشفاه واليدين واحمرار العيون لا زارتنا لا موتنا الول لا المقطعين العلم الامريكي يا جيلي فلاورز يا بطلة العلم حالة العلم الامريكي وعندك يا جيلي فلاورز الثاني في السودان والاجابة كلمة واحدة يطلق على المكان الواسع البطحة ويطلق على الجمل الصغير القلوص وعلى الفجر السرحان فماذا يطلق على الغدير في السودان الاضاه والله الاضاه يا سامي يبلغان الاسود طيب السؤال التالي يقول السلام ستار سكاي اهلا وسهلا ونجابة من كلمة واحدة ولها ثلاث مسميات هذه المعاهدة مسمى من كلمة ومسمى من كلمتين ومسمى ثالث من كلمة واحدة هي اتفاقية بين امريكا والحكومة الاسبانية تخلت بمنجبها اسبانيا عن حقوقها في شريط ياوز وسمحت للولايات المتحدة بحق استعمال المسيسيبي في الملاحة المسيسيبي في الملاحة المسيسيبي في الملاحة الملاحة سان لونزو او سان لورنزو او مدريد كلها اجابات صحيحة و distance ونحن نشط او 되지 وكام سؤال رياضي هالسؤال في الرياضة ما هو الرقم القياسي الذي حققه لاعب الهلال السابق حسين الحبشي في مباريات الهلال ضد النصر وش ايش لكم لحظة لحظة عندك يا دموع وش قاعد تسوون عندك يا دموع حرص موتوشي ونسجل خمسة اهداف في خمسة مباريات متتالية لانا عند نشوف دموع اللي جاوب دموع ما حتجاوب غيره اصلا لانا ما ابغى رقم خمسة يا ابغى الجواب كامل انت تفكرني اقصد ارقام احنا نتكلم عن حسين الحبشي ومو البيشي بديع البيشي اللي كان لازم يسجل فيه مرمى هدف مع الهلال ومع المنتخب طيب طيب دار حبشي كان ظهير يا اخي اش بك انت ظهير عيسر رهيب طيب ينقسم او نجابة كلمة واحدة نهر الامازون قبل ان يصد في المحيط الاطلسي الى فرعين كبيرين هناك جزيرة تقع بين هذين الفرعين مثل هذه الجزيرة مراه يا بطل يا زمن يا رائع يا مبدع يا زعيم باللون الازرق مراجو او مراه اجابة عندك يا زمن طيب السؤال التالي من كلمة واحدة في مدينة لندن وقبل اختراع المحرك وصناعة الحافلات ذو الطابقين كانت هناك عربات ذو طابقين تجره الاحصنة وتجوب الشوارع في المدينة فماذا كانت تغرف هذه العربات او تسمى كذلك ها ترومي لا لا في مدينة لندن وقبل اختراع المحرك لما وصناعة الحافلات ذو الطابقين كانت هناك عربات ذو طابقين تجرها الاحصنة وتجوب الشوارع في المدينة في لندن ماذا كانت تسمى هذه العربات والله جابها ياقوب جابها ياقوب جابها ياقوب جابه اههه 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 السؤال التالي والإجابة فيه من كلمة واحدة هي قبيلة ذكرت في ملحمة الأوديسة وهم قوم قسات جفا لن تشرط عليهم شمس الحضارة ولا يحرثون الأرض ويعتمدون على ما ترمي به المقادير في طريقهم يعيشون في كهوف فما اسم هذه القبيلة يا ويلتي بوليتي لا والله جابها زمن الرائع المرضع البطل الزعيم الكيكلوبيس يا بطل يا زمن والإجابة فريدة ومميزة والسؤال الذي يليه إجابته كلمة واحدة طويلة شوني لا ما عادي قصر جميل وفخم في فينيسيا وكان البيت الأخير للشاعر الإنجليزي روبرت براونج بعد موت زوجته إليزابيث وعيد فتح هذا القصر بعد تجديده عام 2001 كنتريني لا هذا اللي كتبته يا دموع يا بطل وهذا الكاريزيني الكاريزيني كو يا دموع الفارق الضعف تقريبا 24 بالأضعف تماما 24 الريال و12 لنهلال لا والسؤال التالي كلمة واحدة هي إحدى ألعاب الكارتين منتشرة في اليابان شعارها ليس في الهجوم ولكن في نتيجة الهجوم ونتيجة استخدام الأيدي والأقدام وهي خليط من عدة ألعاب أسسها ما سوتات تانسو أوباما الكيوكو شينكاي الكيوكو شينكاي يا دموع وتأخر فيها جرحني يا أخي دور شنسوي لو دبحتنا لك يومين يدور يدور طيب دور بيها كلمة واحدة بوليكورن هو الحصان ذو القرن الواحد فما الاسم الذي يطلقه اليابانيون على هذا الحصان حصان الونيكورن الونيكورن الحصان الحصان ذو القرن الواحد شي سمينه اليابانيين نعم نعم بايكي والله جابها جابها هتان باللون الاسود باللون الاسود الإيكا كوجو يا هتان يا بطل الإيكا كوجو باللون الاسود عند هتان لا لا انتم جابها في طريق خاطئ ما جابها هلا هتان وجابها وحيدة ومميزة باللون الاسود ستة وعشرين واثمعاش يا رجال فوزهم يا خفاز وغصب فوزهم ما امش بسويت انا امش بسوزهم طيب سؤال ولا بلاش سؤال رياضي بعد هذا السؤال هذا السؤال ماهو رياضي طيب في الابجدية الاوغاريتية يرمز للحرف اس بنقش ماهو هذا النقش الحرف اس من ساودي اريبيا مصر لا دولار قوس لا في الابجدية الاوغاريتية الحرف اس ويرمز له بماذا خليكم على زي ما يقاعد يمشون دموع وعقوب والحين جوا لم تصل تاس سروالة ماهو لا خليكم على هادي اسمها وصرت يا شهان انت قريبة سم حمار ارمل يا سلام يا بديع سمكة يا بديع سمكة يا بديع وخلاص لا تكرر علق 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 البنص علق البنص طلع البندق يا ولد طيب 2712 والسؤال التالي كلمة واحدة غير عربية مصطلح اجنبي هي خطة تلجأ اليها الحكومة او الاكثرية البرلمانية لاعادة تخطيط وتحديد المناطق او الوحدات الانتخابية بشكل يضمن حصولها على اكبر او حصولها على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات القادمة لا 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 يا فلوتاب لا الكلمة طويلة شوي بحرف الجين او الجي خطة تلجأ اليها الحكومة او الاكثرية البرلمانية لعادة تخطيط وتحديد المناطق او الوحدات الانتخابية بشكل يضمن حصولها على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات القادمة الجي وليس الجي جاء كابورة بيجاوب اكيد يعرف الجواب حي الله كابورة بسم الله وش السورة اللي حطها اهلا يا سعلو الله تذكرنا السعالي عندنا عشرين سعلو طاسة جيري مبندق اهلا جبرو تتيت لا والله جابا جابا سامي افكر سألت عن السورة وقل شو يقول جيري مبندق هي جيري جيري مندرنج جيري مندرنج يا مسابقة سألو نعم سألو تاكله والله طي كلمة واحدة هو خليط يدوي يقوم به بعض المذنين بتعاطيه وعبارة عن خليط الحشيش وجوزة الطيب ونباتة داتورة ماذا يسمى اذا خلطنا الحشيش مع جوزة الطيب مع نباتة داتورة يطلع ايش ماذا الله الـ LCD الان كلمة موها طويلة للدرجة دي كوان لا ماريونة لا سؤال مين الحشاش هذا مجد سؤال مين المنزول يا بطل يا ياقوب سؤال حشاش واللي جاوب حشاش ليش عرفوا بالمنزول كله حشيش في حشيش والحشيش والعسل بعد اما العسل معها كملت اذا معها العسل بعد اما دا انا مستغل بيش دخل اما العسل فيها طيب في اللغة العربية في اللغة العربية هو من لا يبصر يطلق عليه الكثيف ومن لا يتكلم يطلق عليه الابكم ولكن من لا يشم او فقد حاسة الشم ماذا يسمى والله الاخشم اجابة سريعة انتلاق يا عطر الكلام انتلاق الاخشم يا ياقوب وباقي سؤال واحد ويتكون رصاصة الرحمة ضمنه التعادل ريال مدريد السؤال واحد يضمنون الفوز والسؤال رياضي السؤال رياضي السؤال رياضي يمكن شاركي يا سؤال له هلا شهانة رياضي اذا في اسئلة رياضية اسأل حتى لفاظه عشان كده انا قدم ترى كثير عشان اسأل السؤال الرياضي هو اخر سؤال رياضي تصدقين لا والله لقيت سؤال ثاني رياضي بس خلينا نسأل هذا وبعدين السؤال الثاني طيب عليكم السلام يا حفيد عمر حياك الله وبياك طيب الاجابة من مقطعين من هو اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك للهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا سام الجابر ايمان زايد محمد الشلهو بنواف التنياط واسر البحطان اكتابوني بس باتريك سوفو باتريك سوفو باتريك سوفو يا بطل يا بلابكس وكانت رصاصة الرحمة من بلابكس وهو الكاميروني باتريك سوفو ضد الاستقلال الايراني عام 2003 وانتهت في فوز الهلال 32 بلابكس أزرق أزرق صح هو يخرج ويرجع من اللاق وتغير اللون إذن ما وصلت رصاصة الرحمة طيب سؤال رياضي آخر والإجابة كلمة واحدة في تاريخ سبع وعشرين ثمانية الف وتسعمية وخمسة وستين لعب ريال مدريد مباراة ودية ضد أحد الأنبياء فما هو هذا النادي الهلال ترسانة وإن شي اسمه تاكسي ما جاوب غريمة التاريخ سبع وعشرين ثمانية الف وتسعمية وخمسة وستين فنار بخشة يبنسوي ذكي هذا طبعا أبغى أبحك عليهم ما هو فنار بخشة لكن السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم هنوسان وش اللي حافرتها غلط ما حجابها إلى الآن تاريخ سبع وعشرين ثمانية يوم سبع وعشرين شهر ثمانية عام الف وتسعمية وخمسة وستين ميلادي لعبة ريال مبريد مبارن والأودية هلا يا هبريح موكي كني زائد والسلام الرحمن الرحيم أين شخص نجوش هل يشتغل هذي لكن أتدر علي العوم النادي لو طلع عين قريم أدري كيف يبا دائر بلدو والله ها عندك يا ميسا يكفي انك جبت عندي بنتي 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 عندي بنتي هذا اللي جبت عند رصائق ايو الله اجيك الطائف شارع الشهداء ليه تقول بالنصوه بالنصوه انا قلت بالنصوه يا ناس ايش بالعالم تفتري علي الليلة واحد يقول انت ما قلت واحد يقول انت قلت بالنصوه انا قلت بالنصوه يا جماعة لا اجيني الطائف وشارع الشهداء يعرف البيت بعد شارع التلفزيون اف اطره كلام هذا من حمام الدار على دولهم ترى عارف السد والمسلاب النتيجة مميزة 1331 الف مبروك للملوك للملك يوريال مدريد حفظ اوفر للزعماء الهلال مبروك لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر